موسيقى موسيقى I know that there are lucky numbers in China, but we have a saying here. موسيقى 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 نبدأ حصاد الربع الثالث من العام المنقضي بفوز الاهلي بدرع الدور المصري للمرة الثامنة على التوالي والسابعة والثلاثين في تاريخه وذلك في السابع من يوليو بعد تعادله مع سموحة سلبيا على ملعب القاهرة الدولي في ختام الدورة الرباعية لتحديد البطل بدوره احرز الزمالك لقض كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والثالثة والعشرين في تاريخه بعد تغلبه على سموحة بهدف حازم امام في التاسع عشر من هذا الشهر عالميا تويغ المنتخب الالماني برابع القابه في كأس العالم بعد فوزه على نظيره الارجنتيني بهدف ماريو جوتسي على ملعب المراكانة الشهيرة بعدما اطاح بالمنتخب البرازيلي من طريقه في نصف النهائي باكتساحه بسباعية مقابل هدف وسط زهول عشاق كرة القدم في العالم كله كما حصل المنتخب الهولندي على المركز الثالث بتغلبه على صاحب الارض بثلاثية نظيفة في اللعبات البيضاء احرز الصربي نوفاك جوكوفيتشا لقب بطولة ويمبلدون للمرة ثانية خلال مسيرته الاحترافية بعد تفوقه على البطل السويسري روجير فدرير بثلاثة مجموعات لمجموعة واحدة في السابع من يوليو بعد يومين من فوز تشيكية بيترا كيفيتوفا بلقب فرد سيدات للمرة ثانية ايضا على حساب الناس كما كان شهر يوليو شهرا زاخرا بالانتاج الدرامي والسنمائي حيث شهد شهر رمضان منافسة ابداعية بين دراما رمضان لامتاع المشاهد وكانت من ابرز الاعمال مسلسل سجن النساء بطولة نيلي كريم وروفي ودره عارف بنشغل مع بعض بحب سليب بيتان بنخاف على شغل بعض والسبع وصايا السابع وصايا ايه اللي شدك في العمل ده هقولك ببساطة كده من غير يعني فازلكة وانت عارف برضو الموضوع ان احنا كان عندنا رعلنا فترة ازمة في الكلمة ازمة في الورق وان الواحد كان يلاقي ورق مهم ومحترم وفيه فن بجد والسيدة الاولى لغادة عبد الرازم وصاحب السعادة للنجم عاد الامام كما كانت السينما المصرية على موعد اخر في عيد الفترة مع واحد من الافلام التي حققت اعلى الارادات خلال العام وهو فيلم الفيل الازرق المأخوذ من رواية الكاتب احمد مراد واخراج مروان حامد وبطولة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيلي كريم لازم يراع جدا معايير من الفيلم اللي بزمنه برؤية مخرج عناصر معينة لازم تدخل كصورة مش كله كلام فقط افور فقط كان المنافس القوي للفيلم على الارادات فيلم الفنتازيا الكوميدي الحرب العالمية التالتة بطولة احمد فهمي وشيكو وهشام ماجد الا ان فيلم صنع في مصر لم يكن على قدر توقع جمهور احمد حلمي قيل للبغل من ابوك قال الحصان خالي في الثاني عشر من اغسطس احرز ريال مادريد كأس السوبر الاوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على مواطنه اشبيلية بهدفي كريسيانو رونالدو على ملعب كارديف سيتي افريقيا تأهل الاهلي لنصف نهاء كأس الكنفدرالية الافريقية رغم تعادله سلبيا مع النجم السحل التونسي بالقاهرة وودع الزمالك دوري الابطال بالخسارة امام الهلال السوداني بهدف لهدفين بالخرطوم وذلك في ختام مسيرته بالمجموعة الاولى بعيدا عن كرة القدم بدأ منتخب السلة مسيرته في مونديال اسبانيا بالخسارة امام صوربيا بنتيجة اربعة وستين خمسة وثمانين في الثلاثين من هذا الشهر ثم تكبد خسارته الثانية في اليوم التالي امام اصحاب الضيافة بنتيجة اربعة وخمسين واحد وتسعين وعلى عكس منتخب السلة حققت البعثة المصرية المشاركة في مياد الشباب الثانية التي استضافتها مدينة نانجينغ في الفترة من السادس عشر وحتى الثامن والعشرين من اغسطس ثماني ميداليات بواقع ذهبيتين لسارة سميرة في رفع الاثقال واحمد اكرم في السباحة وفضية لكرة اليد وخمس برونزيات لسيف عيسى في التايكوندو ومحمد شوشا في رفع الاثقال واحمد طارق في المطرقة واحمد حسن وعبدالله حاتم في المصارعة بالاضافة لاربع ميداليات شرفية في سبتمبر بدأ المنتخب الوطني لكرة القدن مسيرته في المجموعة السابعة لتصفية امم افريقيا بخسارتين امام السنجال بهدفين دون رد بدكار وتونس بهدف النظيف بالقاهرة في الخامس والعاشر من هذا الشهر والاهلي يتأهل لنهاء كأس الكنفدرالية لاول مرة في تاريخه بفوزين على القطن الكاميروني في العشرين والثامن والعشرين من الشهر ذاته محليا احرز الاهلي لقب السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخه بعد تغلبه على الزمالك بفارق ركلات الترجيح وذلك في الرابع عشر من سبتمبر تبعه بيوم واحد انطلاقة الموسم السادس والخمسين للدوري المصري في الرابع عشر من سبتمبر ايضا احرز منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة لقب كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه بعد فوزه الكبير على نظيره الصربي بنتيجة مئة ثمانية وعشرين نقطة مقابل اثنين وتسعين اما في التنس فقد فاز الكرواتي مارينشيليتشا بلقب فرد الرجال في بطولة امريكا المفتوحة للتنس بعد تفوقه على الياباني كينيشي كوري بثلاث مجموعات نظيفة في الثامن من سبتمبر بعد يوم واحد من فوز الامريكية السمراء سيرينا ويليامز بلقب فرد السيدات للمرة الثالثة على التوالي والرابعة في مسيرتها بعد تفوقها على الدنمركية كارولين ويزينياكي بمجموعتين دون رد وشهد سبتمبر ايضا الحدث الفني الذي ينتظره الكثيرون كل عام وهو صدور البم عمر دياب شفت الايام الذي حقق نجاحا كبيرا اولا ده كتير اولا دكتور لا كتير ايه عمر ده ده تستغلت دي كده ميت مرض ده انا ليس هكمل لك رأيها ده انا بس قطعت عشان ندي فرصة للناس تسمع صوتك يا عمر مبروك اولا الله يخليك الله يبرد فيك وبذكرك يا دكتور جدا جدا وبذكر فريق العمل اللي موجود معايا اللي معاك بالوقتي وبذكرتي جدا يعني كما اختير فيلم لمؤخزة للمخرج عمر سلامة للمشاركة في مهرجان لندن السينماء الدولي والله انا اكتر حاجة بسطاني من رد فعل عن الفيلم هو ان ركابة نفسها تحس ان ساعده عندهم خايف مش حقيقية في سبتمبر كنا على موعد مع تكريم زعيم السعادة النجم عاد الامام في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش السينما دي ايه الاختراع الجميل ايه الشيء العظيم اللي احنا شفنا نفسينا فيه حبينا الخير وكرهنا الشر شفنا التاريخ الانساني شفنا كل حاجة من خلال السينم اهلا بكم من جديد اعتذار بس انه تكريم الفنان الكبير عاد الامام كان في ديسمبر مش سبتمبر بس اما ولادة عامة يا سيزران عاد الامام بتاع كل السينم عاد الامام بتاع طول العمر عاد الامام يعني انا عايز اسألك في دراما رمضان لانه مهم اولا الاول عدد المسلسلات كان كام السناتي خمسة وثلاثين مسلسل خمسة وثلاثين ولا خمسة وستين لا خمسة وثلاثين هم مالزو انت عمليز استاد القاهرة اهلا بس او عشرين الف ومدفر اهلا بس ناصة ارمعة وستين خمسة وثلاثين مسلسل خمسة وثلاثين مسلسل شاف العدد مقبول ولا كتير ولا كتير طبعا كتير على موسم رمضان اه كتير على شهر اه احنا من فترة طويلة كنا بنتكلم دايما في فكرة يا جماعة خفوا اه مسلسلات في رمضان وفتحوا السنة كلها لازم يبقى عندنا موسم لازم عندنا موسم اه نص السنة يناير موسم الصيف اه موسم الخريف اللي ناس بتقعد فيه في البيئة يعني فيه مواسم هده اللي فتح السوشيالات التركي بالضبط اه اه ان التركي دخل لما جم يعرضوه قالك مش عايز اعرض في رمضان الموزعين بتوقع قالك نعرضو برا رمضان بقيت الناس تتفرج عليه برا رمضان وفي الرواءان شوف كل يوم حلقة ويقعب طول السنة يتفرج معندوش مشكلة لكن تيجي في رمضان تقوله اتفرج لي على تلاتين مسلسل اللي هو اساسا طاقت اي حد الاستيعابية ما تحتملش اكتر اساسا من خمس مسلسلات في اليوم خمسة وده خمسة كتير كمان نعم فبالتالي اه كل ما العدد قال كل ما ده كان في صالح الدراما وده اللي حصل السنة دي وحصل بقاله كزا سنة الحقيقة ان العدد بيقل الكم بيقل بس الكيف بيعلم ونقدر نقول ان الدراما تطور التطور كبير جدا على مستوى الكتابة اه جدا على مستوى الكتابة وعلى مستوى الاخراج وعلى مستوى التقنيات اكتر من التطور اللي تطورته السينما يعني لو شفنا الفيلي الازرق مثلا بكم الجرافيكس اللي معمولة فيه هنكتشف ان الشركة الفرنسوية اللي عملت افاتار هي العملاء لكن ما يحدث داخل الدراما المصرية من تطور فيه استخدام الكاميرات الاضاءة تكنيكات التصوير بكاميرا واحدة زي السينما اقاع الحلقات المشاهد القصيرة هذا الجو وهذا الاسلوب جديد على الدراما الكلاسيكية بتاعتنا اللي احنا واخدين عليها لخمسة واربعين دقيقة ثلاث كاميرات والناس قاعدة والشغل الكاميرا والكلام ده الدراما قطعت اشواط كبيرة جدا واهم ما انجازاته ان عادة مرة اخرى عنوان المسلسل هو البطل مش اسم النجم مش مسلسل يحيى مع كامل احترامنا لكل النجوم مش مسلسل يحيى مش مسلسل عادل مش مسلسل يوسر لا يتقال السبع وصاية يتقال سجن النساء يتقال ابن حلال اصبح المسلسل زي ما كنا بنقول زي ما لالي الحلمية ما كناش بنقول المسلسل يحيى وصفية ما كناش بنقول المسلسل محمود عبد العزيز مع كامل احترامنا للجميع لكن هذه الاعمال التي صنعت هؤلاء النجوم في النهاية العمل هو كان النجم الرئيسي الناس بتوقع تتفرج على لالي الحلمية يحيى الفخراني جي في الجزء الخامس ما طلعش اللي في اخر مشت في اخر حلقة الناس ما اعتردتش المسلسل ما تسوق والناس لسه بتفرج عليه لغاية دلوقت فده اهم انجاز حدث على مستوى الساحة الدرامية مع وجود بقى عدد كبير من الكتاب الشباب يعني اغلب من قاموا بكتابة دراما رمضان لهذا العام اللي هما استقطبوا شرائح كتير جدا من الجمهور كانت على وشك ان هي ما تتوقف عن مشاهدة الدراما الا دراما النجوم اللي اعادوا شرائح من الجمهور ل مشاهدة الدراما بشكل مكسف مجموعة من الشباب هنلاقي المسلسل مثلا اللي كتبوا محمد امين رادي طبعا السبع وصايا هنلاقي ماري من عورف سجن النسا هنلاقي تامر ابراهيم في مسلسل مهم جدا نتعرض السنادي اللي هو عمر يوسف عفضش تباك؟ لا عمر يوسف اللي هو ما عليش بس كم المسلسلات كان كبير هنقول اسمه دلوقت ده واحد برضو من اهم المسلسلات اللي تعرضت السنة دي هنلاقي المخرجين اصبح لديهم حرية تقنية في تجريب وسائل واساليب جديدة ما عندهاش انا عندهمش الحرية دي في السينما يعني لو جيت المخرج في المنتج في السينما قلت له انا عايز اعمل فيلم شبه السبع وصايا ده يقول لك لا مفيش اقول لك السبب اه هم بحس ان احنا بننتج بقى اه اولا المسلسل بيبقى متباع اه قبل يعني السينما تبقى فيلم وانت وريسكا اه المسلسل بيبقى متباع اعمل با تكريك اللي انت عايزه انا باعته وعملته بتاع واتصدل يا استزران لا مفيش هو انا بس بقول ان يعني اذا كان هناك تطور تقني حقيقي حدث خلال السنوات الاخيرة على مستوى الاسلوب وعلى مستوى المعدات وعلى مستوى اساليب التصوير الجديدة فالفضل فيه يرجع للدراما للأسف الشديد مش للسينما ها يعني للأسف لان المفروض التطور ده يجي من السينما لان السينما هي السقف الاعلى حرية السينما هي مدة الفيلم الساعتين ده انت ممكن تعمل فيهم كل حاجة السينما دايما السينما كتابل التلفزيون في كل حاجة لان السينما الاول وبعدين التلفزيون وهي السحر ها وهي السحر الاساسي فللأسف الشديد كان المفروض التطور حتى برا يعني برا ابتدت السينما وبعدين لحقتها مسلسلات آآ آآ جيم افترون مش عارس لست آآ بالزبت اللي هو بيحاكي ما حدث في السينما لكن احنا عندنا معالاسف المعادلة مقلوبة السينما هي التي سوف تحاول فيما بعد ان تلاحق هذا الحجم من التطور أو المساحات الوسعة من التطور اللي قطعتها الدراما كابتن أيمن أنا عايز أسألك على الظاهرة بجد أنا بس عايز أكمل الظاهرة الجميلة اللي بتتكلمه فيها دي المصاريف الإنتاج لحجم المسلسلات السنية دي وصلت لرقم كنت قريته مرة مليار جنيه ومصاريف الإنتاج للسينما وصلت ربع مليار يعني بص الفارق فأنا بروح للحتة اللي بيقولها الدكتور إن الناس برضو بتدير تكسب منين يعني برضو الحتة دي بتخلي بعض الناس تتجه لأنه بيبيع المسلسلات بتاعته بالشكل ده لأن الموضوع له علاقة بشركات الإعلام شركات الإعلام لا علاقة بالدراما التلفزيونية والقنوات ده السبب في أن الناس كلها بتعرض في رمضان لأن الإنفاق الإعلاني بيبقى في رمضان يعني إحنا في سينة نعمل في غير بره رمضان بس مش هتجيب تكليب المسلسل لأن الإعلامات تتجه عليك نادي المشكلة معكلمك على ظاهرة مهمة جدا أنا شايف إنها مهمة صد أي نادي في مرحلة تغيير جلد لازم يخسر بطولات تمام؟ إزاي الأهلي النادي الوحيد اللي في مرحلة تغيير جلد خد الدوري وخد الكونفدرالية دي ظاهرة عايزين نعرفها يعني الأهلي اعتزل منه فجأة كل اللي عبته القبار وخد بالك اللي كانوا جزء من فوز مصر بطولة أفريقيا يعني فيزل أبوتريكا وبركات ويوي ويوي كل دول وخد بالك سيبك من إن تم بسيطة تم بسيطة عشان ما تسرحش فيها ما هو هو الموضوع مرتبطة بالمنافس تمام؟ إزا كان المنافس مش على ساحة المنافسة فإنت تغير جلدك براحتك ما إنت المنافس مش عايز تستغيير ده الأساس تمام؟ إنت هي الموضوع قم المنافسة والعناصر بتاعت المنافسة كويس وأنا دايما أجهز نفسي يعني يعني في أوروبا يقول لك إيه يعني زي دلوقتي بيعملوا إيه يقول لك الباير عنده مشكلة كمان ثلاث سنين في اللي موجودين في لازم يحضروا اللي حيجبوهم بص الناس بقى بتفكر إزاي وازم يحضروا تبديل لا من دلوقتي بيرقبوا بقى اللعيبة وبيحضروا اللعيبة لأن في بعض واحد زي روبن مش حيبقى موجود واحد زي روبن مش حيبقى موجود يعني التجهيز عملية التجهيز لأنها صناعة تتكلم على صناعة كورت القدم وعملية بيتكلموا النهاردة محدش إحنا رغم الهواية الحقيقية اللي موجودة عندنا في عالم كورت القدم وسطحياتها أن احنا محترفين لكن أداءنا كله هاوي و لكن وسطحياتنا بس رسمين على وش أن احنا محترفين وإحنا محترفين في الكلمة فلوس بس لكن في أي حاجة تانية مش فاهمنا بنقاديها بشكل هاوي حتى الأندية ما بتجيش تستعدي يعني أنا لما أجي أشوف أن الأهلي داخل على أزمة أن 3-4 العيب أكبر قوي بيشلوه حيقعوا منه السنة دي وأنا ما بقاش مستغلها ومحدد نفسي أن 3-4 ع السنين دول عشان ما يفقوش أبقى مجهز نفسي العيب بقى مش من نادي الأهلي ما دغير جلدك براحتك إذا كان المنافس مش واخد باله أساسا إن أنا كل الفرقة بتاعتي بتقع إن أنا كل اللي داخل عندي مش حارة في قدي إذا الهدايا مازالت تقدم للأهلي بسبب قوة الأهلي بسبب إن المنافس زمالك إسماعيلي انت عارف ما قال هذا الكلام يا كابتن الله يرحمه صلى الله عليه وسلم قال لك لما قال له الأهلي قال لك الأهلي أنا ما سمعتش كلام قوة أنا سمعته وكانت أصرحه لما قال له الأهلي قال لهم الأهلي كويس عشان المنافسين وحشين وده كان كان دائما يقول لنا اه اه اتفكروا أن انتم كويسين اه احنا كده اه اه بس دا كلام صح اه 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 اتفكروا أن انتم الأحسن اهم المنافسين لوحشين اه عشان كأنهم مكسبتوش بأنت وحشين زيهم ما فيش حيك ويسر اه سأنا عايزة رجع معاك للوف لأن انت كتبس تتكلم على اه اه انت تتكلم المانيا من دور التمانية خلاص خطت الترشحات ومقيت انت قعد تتفرج على بطل داخل على البطولة لكن يظل قاعد مستني مباراة البرازيل على ارضه حيعمل ايه والمصرحية او الفيلم ده حيحصل فيه ايه وبعدين تشوف مقصلة كروية يعني يعني تم يعني مقصلة ملهاش يعني اقل تعبير ان تم اعدام البرازيل كروية في تسعين دقيقة على ارض الملعب بسبع اهداف قاسية جدا يعني يعني انا ما شفتش كده في حياتي في مباراة زي كده تيجي للمباراة نهائية كانت بين الارجنتين بقيادة طبعا مصر بين المانيا وفضت انبراة صفر 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 وفجأة من الديئة خمسة وستين ستة النهار وشفر كنا بنتكلم نايمد في الحاجات دي بفاكر ارقافنا تراهرنا مش تراهرنا يعني قال لي توقعك قلت له المانيا هتكسبان ليه طولها السبات المفعالي على اللاعب الالمانيا لو فرصة المانيا هتجيبها جوه بص احنا بنشوف حاجات انت عشان فنان جبتها سبات المفعالي لكن هما الاتنين اقوية اوي لكن الاتنين مدربين بيبقانهم دور قوي اوي جوه المباراة ولوف كان اسكى اوي المباراة راحت صفر صفر من ديئة خمسة وستين حصل تحول في المباراة نهائي كأس العالم الارجنتيني بتادي تمسك نص الملعب وبتادي تضغط المانيا وبتادي يعملونهم عملية ارهاق بدني في المباراة وده كان فن ازاي تكسب القوي او الاقوى منك هو اللي بيستسكى فعملية ارهاق لعبي المانيا دي فجأة مدقيقة خمسة وستين ولماتش اتحول السيناريو بتاع المباراة ما هو سيناريو او الحقيقة بتاعت المباراة وفجأة خدت منعطف تاني فجأة لوف راحت مهدي اللعب وبتادي راحتفظ بتاقاته البدنية وفجأة راح فديها سبعة وتمانين تمانية وتمانين بالزبط بالتحديد قال لجوزة قم انزل يا جوزة ده شاب صغير انت جوزة ده نازل واحد وعشرين سنة نازل في نائكس العالم ورح محافظ على الاتنا برا تخسل صفر صفر تيجي الوقت البدل الضايع وتيجي الديئة مية وتلاتاشر وشورلي اللي هو بيلعب في تشيلسي زميل محمد صلاح اللعب الالماني شورلي ياخد الكرة ويروح مع الديع علي الجوزة ريح جوزة واخدها على سدر ويروح لفيفها اللفة على رومير واعتقد جون كان الارجنتين في فازين المباراة ويروح لفيفها وجايب جون العالم جون اقوى هدف في التاريخ انا بالنسبالي السنة دي شريط الاهداف تلات اهداف علقوا معي جوزة هدف نائكس العالم ده اهم تلات اهداف شورتوف ده واحد جوزة اتنين لا ده اجمل اهداف ده اجمل اهداف الثاني هدف هدف راموس في نهائي ابطال اوروبا قتلتك مدريد تيس تس تسعة وتمانية واحد سعين ده اهداف وصفل سفل سفل وقاتلتك مدريد ده اهداف الريال وكورنر وراموس تجلى حركيا عدت اتنين احنا عدنا نتفرج علينا وشو بير عارف يجري في زحمة التمنتاشر ويخطف جون براسه ولا اجمل ده ببطولة الهدف الهدف الثالث عماد متعب دول ثلاث اهداف دول ثلاث اهداف ليهم شكل مختلف في كورة بتأثيرها الثلاث اهداف دول عماد متعب في زل ظروف صعبة كورة من ناحية اليمين ولي سلمان الاشوال يلتشه برجل اليمين يعلقه عماد متعب طول الماتش مستسلم ولام المنديل الابيت بتاعه للدفاع وفجأة يقرر ان هو يكشر عن انيابه ويروح شادد المنديل ومستخبه ولابس ايه تلخفة في قصة التمنتاشر ولادش الكورة بجناغه وجايب جون بطولة 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 طبعا ان بعد كده لكن لا مش بطولة ده هدف لكرامة وجود الكورة المصرف في افريقيا انت مخدتش اي حاجة بمناسبة الكلام عن الشباب موضوع الانتاجة دكتور مفيش ولا نجم من النجوم اللي رب وجمهور خلال السنوات اللي فاتت في الدراما فكر ان هو ياخد مسلسلة ويطلع برا برا رمضان لان شركات الاعلانات بتجري ورا النجم لو جاء عادل امام مثلا ولا يحيا الفخراني ولا يسرى فاي شهر من السنة وقالت لك انا هاعرض مسلسل السنة دي حيجيلها المعلنين بتاعها وده اللي حصل العكس مع هبة رجل الغراب مثلا شوات شباب سلسل بسيط اساسا متمصر من ستكم وراح نازل في موسم بيعتبر دراميا ميت لكن قدر يعمل ايه يستقطب جمهور كبير شرائح كبيرة من الجمهور وجاب اعلانات كويسة هو ثقافة ان تفكر خارج السنوات اللي مش موجود هنا هنطلع بتاصل يا كابتن اه احنا بس هو خلينا ناجر الكلام على تقرير الرابع تقرير الرابع في اخر جزء لانه كان تكرمه في اخر السنة طيب اوكي هنطلع بتقرير الرابع ونرجع تانى عشان نتكلم على المسرح القامة ونتكلم على افتتاح المسرح القامة عادة افتتاح المسرح انا سعيد بيه لا تتاخر اوكي ويفتع لخشب ده المسرح بيهان الاباكواتو زاكي فروزارا اعلم انهم هنطلعين انشانه بيهب السايدة بيهب السايدة رهيس محمد بيهب ببتسم من كتر حبي للعالم ببتسم موسيقى 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 بهدفين نيني وصلاح في الجولة الثالثة بجابوروني في العاشر من سبتمبر كرر فوزه في الجولة التالية بهدفي عمري جمال ومحمد صلاح بالقاهرة في الخامس عشر من نفس الشهر على المستوى الكروي وبالتحديد في دوري ابطال افريقيا وضع وفاق سطيف الجزائري قدما على منصة التتويجة بالبطولة عقد تعادله مع مضيفه فيتاكلاب الكونغولي بهدفين في كل شبكة بكينشاسا في السادس والعشرين من اكتوبر اسيويا احرز القادسية الكويتي لقب كأس الاتحاد الاسيوي بعد تغلبه على اربيل العراقي بفارق ركلات الترقيحة على ملعب مكتوم بن راشد بدبي في الحادي عشر من اكتوبر فيما خسر الهلال السعودي لقى الدولي الابطال امام ويسترن سيدني الاسترالي عقد خسارته ذهبا بهدف دون رد في الخامس والعشرين من اكتوبر وتعادله ايابا بدون اهداف على ملعب الملك فهد الدولي بالرياضة بعد ايام من رحيل النجم خالد صالح بدأ عرض فيلمه الاخير الجزيرة 2 بطولة احمد الساقة وهند صبري والذي حقق اعلى ايرادات في 2014 خالد صالح ماذا يعني خالد صالح لا احمد الساقة ده خالد يعني الكثير يعني طبعا ما حد الشيء اللي خالده بيرحمه وحسن اليه ربه وصبر اهله وصبرنا بس خالد كان صديق واخه واكسم بالله عن الكلام ده بقوله يعني لا لا الناس صعب بالعالم يعني والناس كلها عارفة العلاقة ولكن لكل اجل ان كتاب ما يغلاش علي خالده بس خالد كان راجل محترم راجل طيب راجل كريم راجل خلوق راجل جدع اه طبعا ده ده مفرق منه راجل جدع راجل عنده رضا لو توزع على مصر يفيد خالد اه مش 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 زميل عندي زملة كتير وبعتز بيهم لكن خالد حاجة تانية خالد حاجة تانية لانه انا وخالد تقريبا ابتدينا مع بعض احلى الاوقات بالنسبالي كان نقلة وهو بالنسباله كان نقلة دي حقيقا اه ويسرية وابراهيم علموا مع الناس وخالد دلوقتي اه قلت لي ورد يا ابراهيم اه اه وكنا بنشوف الكلمات اللي اللي انتشرت اوي فكرت قلت لي ورد يا ابراهيم انا الناس اه على تويتر وعلى فيسبوك تبعت لي خلاص اه يسرية ابراهيم مش هاجيب ورد يعني ادي هاتين انت بوارد في الاول من نوفمبر ايضا عوض وفاق اسطيف الجزائري الجماهير العربية واحرز لقبه الثاني في دوري ابطال افريقيا بعد تعادلهم مع ضيفه فيتا كلاب الكونغولي بهدف لمثله في مدينة البليدة وفي ذهاب نهاء الكونفدرالية خسر الاهل امام سيويسبور الاذواري بهدف لهدفين في ابيجان في التاسع عشر من هذا الشهر عودة للمنتخب الوطني الذي انهى مسيرته في المركز الثالث بالمجموعة السابعة لتصفية الكان بعد ان تكبد خسرتين جديدتين امام السنجال بهدف دون رد بالقاهرة في الجولة الخامسة في الخامس عشر من نوفمبر وامام تونس بهدف لهدفين في الجولة السادسة في المنستير بعدها باربعة ايام كما شهد شهر نوفمبر واحدا من اهم الاحداث الفنية وهو عودة مهرجان القاهرة السينماء الدولي في دورته السادسة والثلاثين بعد تعرضه للالغاء عامي 2011 و2013 وقد تم اختيار النجم يسرى رئيسا للجنة التحكيمة كاول سيدة مصرية تتولى هذا المنصب فاز الفنان خالد ابو النجا بجائزة احسن ممثل عن دوره في فيلم الفلسطيني عيون الحرمية وفازت الفرنسية ادل هانال بجائزة احسن ممثلة كما فاز فيلم ميلبورن من ايران بجائزة افضل فيلم احرز النجم المصري رامي عشور المصنف الخامس عالميا لقب كأس العالم لفردي الاسكواش بعد تغلبه على مواطن عمد الشربجي المصنف الاول بثلاثة اشواط لشوطين في نهاية البطولة بالعاصمة القطرية الدوحة في الحادي والعشرين من نوفمبر وبعد اقل من ثمانية واربعين ساعة فازت مصر ببطولة العالم رقم ثمانية وستين لكمال الاجسام والتي اقيمت بالبرازيل وحصلت على المركز الاول برصيد خمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وواحدة برونزية كما حصل فريق الشرقية للهوكي على لقب بطولة افريقيا رقم اثنين وعشرين في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على اتحاد الشرطة بهدف النظيف في زنبابوي نطقى مع الالعاب الشهيدة لمتابعة انجازا جديدا للكاراتيل مصري الذي احرز المركز الثاني في بطولة العالم التي صدافتها مدينة بريمين الالمانية بعد ان حصد ابطالنا وبطلاتنا ست ميداليات ثلاث منها من المعدن النفيس اما نهاية هذا العام فقد حمل لرياضة المصرية انجازين جديدين باحراز الاهل لقى بكأس الكنفدرالية الافريقية لاول مرة في تاريخه بعد تغلبه على سيويسبور الافواري بهدف نجمه عماد متعب على ملعب القاهرة في السادس من ديسمبر بعد يوم واحد من تتويج منتخب الطائرة بلقب البطولة العربية بعد فوزه على نظيره القطرية بثلاثة اشواط دون رد بالكويت وقبل ان ينقضي عام 2014 شهد حدثا فنيا وثقافيا مهما الا وهو افتتاح المصرح القومي بعد ست سنوات من غلقه لترميمه حرجع محل الرياضي من جديد وراه لكابتن عيمن الدكتور متحت قال لك ما اتكلمت انتهى اخترت بعناية شديدة جدا التلات اهداف اهدف جدزة بطل عالم هدف راموس بطل اوروبا هدف متعب بطل افريخيا لكن الدكتور متحت تصول على جون مين يا دكتور على جون فان بيرسي اجمل جون اجمل جون اجمل جون اولا مبرمة بين هولندا واسبانيا واسبانيا كانت رايحة بطلة عالم مش رايحة ضيف شرف وهولندا عملتها ضيف شرف والمباراة كانت ملحمية مليانة قصاية شعر جوه الملعب مليانة رؤية فنية جوه الملعب مليانة احاسيس في الكرة مختلفة تحس ان نائب تتفرج عليه لكن لحظة فان بيرسي لما طار في الهوى وتعامل مع الجذابية الارضية الموجودة وفضل محتفظ ان هو خارج الغلاف الكرة الارضية وطاير وسابع في الهوى ولطش الكرة بدماغه انت محسسني الوقت ان انا في رحلة لا انا حاسس ان اللي جابه جون انا حاسس ان اللي جابه جون فاريد لا ترخ التوقيتك التايمينج طبعا وشكل جسمه وهو شكل تحس بجعة طايرة في الهوى ولطشة الراس تعمل اعلان تعمل اعلان لشركة الطيران الهولن داية تعمل اعلان لشركة الطيران الهولن داية اه طبعا يعني معنى كده ان انا بتفتخل مع رؤية بتاعة النار ان هما بيتير اعتقد ان هدف فان بيرسي هو الاجمل لسنة 2014 لكل الجمال اللي انا قلت له واللحظة بقى الاخيرة الكرة بتفش في الماس بعيدة عن كاسيس بشكل غير عادي وهدف اعتقد كان مهم اعتقد هو الاجمل هدف فان بيرسي في كاس العالم فقال استاذراب المسرح القومي وافتتاحه ماذا يعني المسرح القومي حصل لما تقول بقى له ست سنين وانت شفت المسرحية اللي تم بيها افتتاح المسرح القومي قلنا وجهة نظر بص اولا هو اعادة افتتاح المسرح القومي في حد ذاته يعتبر حدث فني رائع مع كامل تحفظات مع انهم بعد ما افتتحوا هذا المبنى الكلاسيكي الجميل المبنى سنة 1920 يعني فجينا بان فيه جنبيل مبنى زجاجي عجيب اوي كده حداثي اكتر مما يحتمل هزيز يعني اكتر مما تحتمل هزيز صحة المقدسة في رأيي انا المبنى الجديد ده جوه المسرح جوه حرم المسرح القومي تعرفين المسرح القومي ده عبارة عن حرم واسع اي سور وجوه مبنى المسرح ده كانت رؤية وزير الثقافة الاسبق يعني في انه انا اصبق اصحنا جابنا 40 فاروق حسني انه تتجاور الحداثة جنب الاصالة طبعا يعني للأسف للأسف الشديد الرؤية دي ما ما حققتش اكتر من تشوش بصري فظيع شكل المسرح كان المسرح كان جميل يقوله فاروق حسني مش لا مش قريب من اللوفر والهرم الزجاجي اللي موجوده قدام اللوفر اللي هو بنفس منطقة الحداثة الخلط ما بين الحديث والقديم عملية مش اي حد ينفزها وحساسة جدا وبسالها كان وجهة النظر يمكن الله اعلم لكن انت تتجاد في اساسا ميدان العتبة ميدان كلاسيكي اه سواء اه مبنى المطافي اسب الابين البريد المحطة وصدي حاجة كده شكلها يعني لا تتفق تماما مع شخصية المكان ككل يعني المصرح تجدد بشكل كويس جدا لكن للأسف الشديد المصرحية تم اختيار يعني وقع الاختيار عليها للعرض أنا في رأيي أنها لم تكن يعني لم تكن طليق بالافتتاح بافتتاح المصرحة وقالت محتاجة يمكن شغل عرضها رغم الأسماء الكبيرة عصام السيد مخرج نص النعمان عشور علي الحجار ممثل مروى ناجف أول ظهور مصرحي عليها على معتاقة على فكرة مش هميمني أول مصرحاتكم كيسا عمل في إيدينا هنعمله يعني ممكن نجود في العمل اللي جاي لكنه زي ما حضرك قلت يعني مبدأ أنه المصرح القوم يعود أو فكرة مسرح القوم يعود أتصور أنه ده فكرة توجه دولة طبعا لا هو يعني هو انتصار كبير يعني بس هقول لحضرتك أي عمل جيد يتمنى أن يُعرض على المصرح القوم أنا في رأيي بس أن مشكلة العرض تحديدا أن نفتتح به المصرح القوم كان عرض لبيان مدى إمكانيات المصرح القوم يعني كل حاجة معمولة فيه الخشبة بتلف مستويات أكتر من شاشة سينما بتنزل واحدة وراء واحدة قدام الإضاءة هو العرض معمول سنبان إمكانيات المصرح القوم لا تظهر إلا من خلال عرض جيد بالمناسبة حتى لو حتنول لمبة بس في النهاية اللي قاعد يتطلق هيشعر بمدى اتساقه ومدى إحساسه بالمكان لو حتنول لمبة واحدة مش هتنولي كل المصرح المصرح القومي لو تمت إدارته بعقلية مختلفة وأنا أثق إلى حد كبير فخالد الزاهبي اللي هو مدير فرقة المصرح القومي الحالي أثق في اختياراته إلى حد كبير أتصور إن إحنا ممكن نستغله أحسن استغلال بس بدون ما عايزة روح عرض على القوم عشان الخشبة تقعط تلف بالممثلين عشان حعمل وعرض نحن عارف أنا مدمن عادل الإمام بالآخر يعني بنقطة ضعفي في الحياة عادل الإمام لشانا أكون أمين معاك يعني وبنقطة ضعفنا كل العالم العربي نسبالي كمان ده رجل حضر مهرجان اعتزالي وكان مؤثر جدا وغير أنت ربيت على عادل الإمام عادل وسعيد صالح طب على الرحمة والناس اللي غادرونا السنة دي كان سعيد صالح الناس اللي حكولنا من قلبنا يعني ودمعوا عنينا وفن بنتنا يعني عادل الإمام التاريخ لا 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 وناقش كل القضايا قضايا الإرهاب وقضايا التسول وقضايا النصب وقضايا تظيف الأموال ودحكك عليه ودحكك عليه ودحكك وأبكات وحتى راتور الدخان كان عقاري العباق وكراكون في الشرق يعني أنا ممكن أخذ دكتوراه في عدد بس أشعر يا أستاذ رامي أنه لم يكرم طبعا الشعب كرمه شعب العربي بس أنا أكرم كله شعب مصري لكنه هذا التكريم الخمس نجوم من الإخوة الأعزاء في المغرب ومشوفش التكريم ده في مصر حد ده أحساسي كده بس خليني أقول لحضرتك حاجة يعني إذا كنتم تعتبر جون عماد متعب من اللحظات البراقة جدا في 2014 فوقفت عاد الإمام ورأسته الجميلة في ساحة جامع الفنة في المغرب لحظة انتصار رائعة وبرقة جدا للسينما المصرية كلها عشان ساحة جامع الفنة دي بتاخد 13 ألف جميلة كانت كاملة على آخرها وهذا الرجل اللي هو واحد من أقدم ممثلين السينما المصرية حاليا ليس فقط في العمر ولكن في التاريخ وحجم التأثير الذي أحدثه هذا الرجل بأفلامه على طول يعني في خلال مثلا حنقوله 40 سنة اللي فاتت مثلا اللي 40 سنة اللي فاتت بيبين مدى الدقيق السينما المصرية دي لها تأثير قوي جدا وأن عاد الإمام ده يعتبر في تاريخ هذه السينما المصرية وفي تاريخ السينما العربية كلها حالة استثنائية لأنه حتى لما بيقدم أعمال مش هنقول دون المستوى أعمال لسنا راضين عنها بالقدر الكافي بيظل الجنهور يشاهد عمل لعاد الإمام لأنه بيحب عاد الإمام وعايز يتفرج على عاد الإمام عايز يتفرج على عاد الإمام وهو بيرفع حاجب وحاجب عايز يتفرج على عاد الإمام وهو بيهذر محد يمضربه بالألم هو بيحب ده منه ما بيعتبرش انه دي نماطية هو بيعتبر ان ده جزء من تركيمة عاد الإمام وبيتفرج في اللحظة دي على تاريخ عاد الإمام كله يعني كل تاريخ عاد الإمام بيختصر مشوار عاد الإمام كله فيه واحد بيقوله عاد الإمام في أي فيلم أو في أي مسلسل بيقدمه الفترة الأخيرة في المغرب بالمناسبة عرضوا له زهايمر اللي هو كان آخر فيلم ومش قادر أقولك قد إيه الناس بتستقبل مشهد عاد الإمام وهو لابس الأفطان المغربي المغرب يعني المشهد ده بالنسبة لهم ان عاد الإمام لابس الأفطان المغربي دي حاجة يعني عظيمة جدا احيالك قصة أنا متأسف يعني أنا كنت في المغرب برائب مباراة والله العظيمة كانت نايا من كده وكنت معاديني بفند المرائبين دول بيعدين ده الحكام كده يعني أعلى فندق في المغرب يعني وبعدين أنا بنزل أتمشى كده على رجلي عسعس يعني كده أشوفه وبعدين راجع فلقيت الطريق ووقف ولقيت الناس عالجانب الليمين وعالجانب الشمال بجد يعني بس ألاف فكان ساعتها أعتقد كان اللي لم تاخدني ذاكرة يعني كان أظن جاك شراك رئيس فرنسا موجود وكان في زيارة ليه المغرب الشخور فأنا قلت إنه شراك معادي وجلالت الملك معاه كان الملك الحسن التاني فقلت عف يعني الفضول جابني قلت عفت فتفرجاني فلاقيت الملك بس كان عادل إمام طبا الله عزيزي عادل إمام في عربية والناس على اليمين وعلى الشمال وهو عادل دايما بيبكي في المغرب لأنه أنا دخلت الفندق وبعدين هو شوف بقى كمان جماله أولا هو لازم يتطمن على فرقته الصغير هقبل كبير وأصدقاه في الفرقة هم الصغيرين عادل والمجموعة دي وتجيب على أزنهم وهزر وضحكه إنه كان غير عادية وبعدين لما عارف إن أنا موجود فن شبير وهو دايما نشتبني أو المقابني وعادنا فالحياة أنا شفت دموعه فعنيه من الناس من استقبال الناس فيه وده بيخليني أقول حضرك كده يا أسترامي إنه فيه فترة كان فيه توطرات سياسية بالنصر وده في شمال إفراخيا الفن بخيادة عادل إمام تقريباً الدكتور هو اللعصة طبعاً هو السنة دي كمان تحديداً كان صدر بعض التصريحات من بعض الممثلين تخص المغرب وزيارة عادل إمام دي فرقت جداً جداً صلح أخذ مرة قابلت أنا وكابت شبير هو أعلى من أي سفية آآ صلحة المغربة قوي السنة دي بالذات فرق جداً فرق جداً قابلت أنا وكابت شبير كنا في حتة كنا في عزف وهو قاعد يدور علي وقال له شعر قال له أنا يعني حقيت إن أنا عملت حاجة قال له أنا أيمن يونس بالنسبالي اللي بيقعدني قدام التليفزيون والكلمة كانت كبيرة حتى أنا وشبير جاء شبير طبعاً جاء قالها في التليفزيون على تورا هنا عندنا في سي بي سي والكلمة كانت مؤسرة أو بالنسبالي كاب نجمة ديها خمستاشر في الرياضة أنا عاوز أعرفه آآ أفندم نجمة المستشفى أنا كنت لسه هسأله آآ إحنا ما تكلمناش خالص على الألعاب الشهيدة في مصر في 2014 نتكلم معاني رانزي بس ناخد منه نجمة 2015 2014 تقص 2015 اللي جاية آآ 2015 آآ واحد بس طبعاً نجمة واحد سؤال قاسي ليه إني خصاة عندنا 30 ثانية أبص للمستقبل والطالع وأحس ودع المكورة عشرين أعتقد إن في منافسة حمية ما بين مجموعة لعبة في ولد اسمه أحمد الشيخ ولد اسمه تريزي جي في شباب محترم جميل في آآ مصطفى فاتحي أعتقد الثلاثة دول اللي هو في الزمان نجمة 2015 في السينما أو الفن يعني في الفن بشكل عام آآ أنا شايف إن آآ ياسمين رئيس هتبقى فننا مهمة جداً في 2015 لو كملت على الطريق اللي ابتدت فيه مع فتاة المصنع آآ أنا شايف إن النجومية الحقيقية في السينما آآ على أمل كبير الفترة اللي جاية تبقى ليه آآ آآ الفيلم المخدوم فنياً أوي الموضوع 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 فيلم المخدوم فنياً احنا استمتعنا جداً 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 يا كابتن بجهد يعني بالكابتن أيمن يونس صزراني عبد الرازق بنشكرك شكراً جزيلاً بكل سنة ونطيبين بس عايزين نقول كل سنة ونطيبين ليكم كل سنة و2015 كلها خير خالية من الإرهاب والتطرف ومن كلمة ده كله يا رب وكان لازم نختم احنا عملنا دعوة أنا وكابتن شو بير حلو كلنا عايزين الجمهور يرجع الملعب شكراً لخير لبلدنا كل سنة وانت طيبين يا رب كل الخير لمصر يا رب كل الخير لمصر في 2015 ونسعد كلنا بان احنا ننتج ونعمل ونكتهد في حب هزا الوطن بالعمل يا رب الخير لمصر شكراً جزيلاً جزيلاً شكراً جزيلاً جزيلاً كابتنان يا رمزي بعد الفاصر شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً كل السنة وانتو طيبين يا رب 2015 تجيب لنا الخير والرخاء والسلام والمحبة والتفاهم ويبقت عننا الفتنة كل السنة وانتو بخير وبصحة وبسعادة وبنجاح وبتقلق رب انا يحفظ مصر ويحفظ رئيس مصر ويقدروا انه يقدم كل الخير لمصر إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين كل سنة وCBC طيبة كل سنة والإعلام المصري والفن المصري ومصر كلها بخير وبسلام وبنجاح وبازدهار نتمنى ان تكون عشرين خمستاشر سنة سعيدة على كل الشعب المصري كل السلبيات ننساها كل الإيجابيات نذكرها أتمنى سنة حب وسلام وأمان علينا كلنا المصريين مسيحيين ومسلمين مشاهدي CBC كل سنة وانتو طيبين سنة سعيدة عليكم ويرب 2015 تكون أحلى سنة على كل المصريين كل سنة وانتو طيبين بإذن الله بإذن الله بإذن الله يبقى مصر بلد الأمن والأمان على مستوى الكورا نمرا واحد في العالم على مستوى الفن نمرا واحد في العالم على مستوى السياحة نمرا واحد في العالم متمنى إن شاء الله في 2015 نبتدي نشوف ونجني السمارة اللي إحنا بتديناه في صورتنا الجميلة ومصر بقى ترجع لسابق قعدها زي ما كلنا عارفانها طول العمر بلد الأمن والأمان موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة